أخوانا أخواتنا العزاء الهدف من الكورس ومن الكامب في الـ IT إذن نجد وظائف بأسرح طريقة وبأسهل طريقة فالتركيز تبعنا في ثلاثة أشياء الجزء الأول من الكورس هو التكنيكال نتعلم الـ IT نتعلم التكنيكال التكنولوجي اللي حنتعلمها هذه عاوز نتمكن منها تمكن كامل الجزء الثاني هو الـ Internship نحن نشتغل كـ Business Analyst نشتغل في Projects نقعد مع الـ Business نقعد مع الـ IT نقعد مع الـ requirements نعمل reports using SQL analysis الجزء الثالث هو التوظيف الرزمي وكيف نعمل الرزمي تابعتنا وكيف نقدم للوظائف والأسئلة بتجيب الإنتروفيوات وكيف نكون قريبين من الـ Recruiters عن طريقة الـ Profiles such as LinkedIn والـ DICE والـ Master أهم جزء حيكون هو طبعا الجزء الأول أنه تعلم التكنولوجي الفرق بينه بين مناطق كثيرة مثلاً وحتى الجامعات والمعاهد الـ Computer أنه دائماً نعاهد الـ Computer بالدرس النظري الناحية النظرية نحن مش مهتمين بالنظر إنه لما نختار class اللي هو Online Live with Instructor عند الـ Instructor نوع الخلاص هذا بيكون عادة المدرس بيشرح المادة المقرر Online بتكون أنت Online معلم المعلم يشرح المادة بالكامل وبعد كده بطلب منك to share your screen فمسلاً اليوم هنتعلم السيكوريتي how to create a user or how to create a profile or how to create a role فالـ Instructor will create a user, a profile a user, a profile بعد كده بقول لك share your screen لو صادفت وإنت عليك create a user create a profile اليوم اللي بعده هنتكلم عن reports how to create a report فـ Instructor هم نcreate the report two reports هاقول لك بعد كده share your screen وcreate one or two reports فالشغل العملي الشرحي التكنيكال بس مش شي نظري إحنا عاوزين عشان نقدر نكتسب الخبرة ونشتغل على طول فتركيزنا كله من ناحية العملية عشان كده كورس الحمدلله ناجح وعدد كبير من الناس يشتغلت في فرصة بسيطة جداً لأنه الكورس عملي في الجزء الأول من الكورس حتى نكمل المقرر كامل حق التكنيكال اللي احنا حنتعلمه ترجمة نانسي قنقر